تحية طيبة لكل متابعين ومشاهدي الفرات والفرادة لكم المتقنون حيكم بأجمال تحية ونرحب بكم بحلقة جديدة أكيد وفقرات منوعة وبما أنه اليوم وإصادة في اليوم العالمي للغة الضاد اللي هي اللغة العربية اللي ماكو أي بلد عربي مثل العراق يتلفظ بكل الأحرف العربية بشكل سليم وقراءة أيضا لكل الكتب والقرآن الكريم بشكل سليم وواضح جدا إلى أن هذا اليوم رح يكون جدا ممتع لوجود ضيوف أكيد ممتعين بإبداعهم وعقليتهم وأكيد احتفاءا بهم أنا مارد أتكلم أو وحنا خلي نقول موضوع حلقتنا هذا اليوم بجل تفاصيل هلا كنأخذ تفاصيل قصير بعد كد نرجع لكم خليكم ميالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جزء معقولة تقول أن هذا الطفل يستهوي بعض الأمور بعض المصغرات بعض التحفيات الجميلة جدا أو بعض التحفيات البغدادية أو ممكن يكون متواجد بإحدى الأسواق القديمة وهي سوق الصفافير اللي هي بها كثير من التحفيات كثير من الأمور الجميلة جدا اللي منها خلي نقول ابريقشار القديم أو تزل القديمة أو تستهويك بعض القدور القديمة جدا أنا شاهدت بأم عيني أحد الأطفال يقول أنه هو الباع نفسه قلت لما أقول أنه هو تستهوي هكذا أمور كان فعلا تستهوي بحب أنه يجمع مبلغ يعني يشتغل ويجمع مبلغ من المال ويجيني شهريا يجيني تقي أغلب الأمور التراثية ما أتوقع أنه مضيف خاص بهم أو مكان خاص يرضي هذه التحفيات أو يعرضي هذه التراثيات القديمة لكن قصتنا لهذا اليوم علي الغزي عدنا قصة جدا جميلة بخصوص جمع المصغرات اللي هي مصغرات عن حيوانات مصغرات عن أبنية مصغرات عن سيارات دعنا نشاهد علي الغزي وبعدها نرجع لكم خليكم يا أنا بالنسبة للعمل بالنسبة للفخاريات والخصيات ما تعتبر شغلة يعني رئيسية كمالية يعني فحتى اللي يجون الناس الرغابة والذواقة بس بنفس الوقت احنا نعاني من الإهمال شنو سبب الإهمال مو إهمال يعني احنا مثلا مواد أولية ما متوفرة كلها عندنا ما متوفرة كلها عندنا يعني نضطر انه نستورج مواد أولية من الخارج بنفس الوقت دول الجواردة نفسك نفسك يعني عندنا مثلا كمثال ابسط مثال الشخصيات البغدادية اللي هي الفرقة الموسيقية وبائع اللبلبي وبائع الباقلاء وحجي راضي وغيره وغيره عندي بالعراق يسوي لي القطعة بألفين دينار بينما أنا راح يجيني مستورة راح أبيعها أنا راح أبيعها جملة بسبعمل وخمسين دينار يعني وين أنا عليها القطعة بألفين وين أبيعها أنا بسبعمل وخمسين صح الجودة ما للصناعة العراقية كجودة أفضل وكشغل أحلى بس المستهلك اللي هو المواطن يدوري حاجة المناسبة فنضطر انه نستورج نشتري نلقى شغل وأحيانا إحنا نوصي إحنا نوصي ويشتغلوننا نجيب ونعرض الناس يشوفه طبعا الناس أذواق ولو الأذواق لبارة السلح فيكيد إحنا نجيب كل شيء والناس يشوف شنو اللي سوقه ما شيء عليها طلب أكثر نكرره اللي سوقه ضعيف وما عليها طلب ما نكرره الفخاريات عندنا بالضبط منطقة النهروان بالنسبة لبغداد بالنهروان ويشتغلون عندنا بمحافظة ديالة بلد روز بمحافظة باب الحالين باقية بس كورة وحدة بس معمل واحد ولد اسم عقيل الكواز فقط هو باقي وحلته بالنهروان لأن بدوا يعتمدون على المستورة 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 الده يجي بسعر انسب التعبئة مالتها صحيحة يعني تيجيك مثلا التنقي قل نفرض مال المي كل أربعة بكارتونة بينما احنا كتعبئة محلية من يجيو الكياهن يحملون بسيارة حمل وقطعة فوق الثانية تيجيك مثلمة ومضربة يجي المشتري يشوف بها ثلم مضربة شوية ما يقبل يأخذها بس أفضل صناعة محلية عندنا بالعراق هي كركوك 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 ناس متوارثين المهنة أباً عنجد فما يتركوها ودي يتطورون بس بعدهم ما يدي ينافسون المستورة عندي ولد قبل كم سنة يعني قبل في ثلاث سنوات أو أربعة بحي دراغ عندها مولدات اسمه عمر أبو عبد الله اشترى من عندي حبين فشقال لي قال لي عندي منظومة مال مي قالوا وراح أخذ الحب قل لي راح أسوي تحليل بالمختبر فقلت لي يا بذا بيها مجال أطين يا رغمك حتى خاب رك أشوف النتائج شنو مال المختبر فاتصلت بي ورا أربعة يام خمسة لأن عنده واحد من الحبوبة هو اتصل بي الرجل كان واحد من الحبوبة بنضوح أكثر من الثاني فديس أني يعني هذا شنو علاجه المهم فهمت على طريق العلاج قلت له شنو النتائج التحليل قال لي المنظومة اللي عندي نسبة الشوائب بيها 16% قلت له والحب قال لي خالي ونقي من الشوائب 100% بس الناس يعني تدري التطور والتكنولوجيا ما عدي يعتمد على هذا الشيء ما عدي يعني يقتنع بهذه الأمور والله الإقبال ممثل قبل ممثل قبل يجوز بسبب تعدد يعني الناس اللي تشتغلوا بهذه الأمور يعني مثلا اللي عنده يبيع تجهيزات ما الأطفال قام يشتغلوا بهذا الموضوع يجوز هذا السبب على كلهن بالنسبة للخوص عندنا للخبز بالدرجة الأولى حافظة الخبز اللي هي هاي هذي بس أكبر حافظة الخبز الخبز بيها ما يعثم لأن أكو مسامات يتهون عكس الحافظة البلاستيك البلاستيك ما يدخل هوا فيعفن بيها وصير بيريحة صير بيريحة بينما بالخوص ما يعفن السفرة تستخدم عندنا للطعام وبنفس الوقت تستخدم للخبز من يطلع من التنور الخبز يشروا عليها حتى شنو ما يعجن ما يعجن يعني من يخلوه على بطانية أو يخلوه على فتشي نايلون يعجن بينما بالخوص لا إذن شكرا لك علي الغزة لأددك هذه القصة الجميلة جدا كثيرا اليوم من عدنا يستهوي أو نستهوي هكذا أمور جميلة لكن المشكلة وين أنه تحتاج إلى مكان مميز بالبيت وكثير من البيتات اللي احنا نقول هي مساحاتها صغيرة لكن أيضا مع قصور هذه المساحات في الوقت أنه أنت موجودة بالعنى خلوه نقول لرف معين أو زاوية معينة بالبيت أو زاوية معينة في غرفته ممكن أنه يجمع هكذا مصغرات وبعضهم أيضا يحاول قدر الإمكان أنه إما أنه يصنعها من الطين الاصطناعي أو ممكن أنه هو عملية حفر ونحته على الألواح الخشبية اليوم حديثنا سيكون عن أهمية واليوم العالمي للغة الضاد اللي هي اللغة العربية الجميلة جدا خلينا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعند تفاصيلة بالتحديد مع ضيفتنا ستة شهلة داخل صديق الفرد حياتي الله ستة شهلة اشتبكت الست وينشين ستة وينشين اليوم اللغة العربية تعتبر من أصعب اللغات بالعالم واليوم أكو احتفاع عالمي بلغة الضاد اللي هي ما أتوقع شعب أي شعب من الشعور العربية تقدر ترفض هالحرب بالتحديد هذا بشكل صحيح صحيح أهلا وسهلا يوم الضاد هو يوم عالمي قليل ما يدرك أنه أهمية يوم الضاد يوم الضاد هو الأمم المتحدة بقرار 3160 أدرجة اللغة العربية من ضمن اللغات العالمية جيد وأصبحت هي اللغة السادسة عالميا طبعا فأصبح يوم يعني 18 قانون الأول ديسمبر هو اليوم العالمي للغة الضاد حلو أهمية لغة الضاد أنه هي اللغة الوحيدة اللي تلفظ حرف الضاد وكحرفين متشابهة لفظين طبعا هي لغة حرف الضاد وحرف الضاء لكن إحنا إذا نرجع للأصل أنه حرف الضاد وحرف الضاد والضاء هما يعني حرفين ما متشابهة فهذه الحرفين هي اللي خلي نقول تقريبا ميزة اللغة العربية بما أسبق أنه هي طبعا أكيد لغة القرآن الكريم فهي مميزة أصلا أكيد إذا كان أو تم تصنيف اللغة العربية ضمن أهم أو ممكن ستة لغات عالمية لماذا لم يتم لحد الآن تعليم أو محاولة التعلم أو تعلم اللغة العربية في كل بلدان الأوروبية إذن إحنا نحاول العراقيين والعراقين نحاول قدر إمكانهم نتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية والفرنسية لتكون وسيلة للتحاول فيما بيننا وما بين دول أو الدول الأوروبية ما العلم أنه اللغة الإنجليزية تعتبر من ضمن النهاج المميز ومن ضمن المادة العلمية لها درجة وإلها خلينا نكون مكانها من ضمن المواد داخل مدارسنا لصعوبتها يعني على الأجانب اللغة العربية لغة يعني موسهلة التعلم مثلا إحنا إذا نجي نتعلم اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية أو أي لغة من لغات العالم ممكن أنه قواعد معينة نتعلم هذه القواعد المعينة وخلص يعني بعد تمشي أمور تمشي أمورها لكن اللغة العربية هي بحر فممكن أنا أتعلم قاعدة بعدين تطلع عندي قاعدة ثانية طريقة لفظ الحروف مجرد تغيرين فتحة طبعا فتحة كسرة ضم يتغير معنا الجملة بأكمله ولهذا نشوف أنه مرات مثلا إحنا يعني حرف واحد من اللغة العربية ثلاث حروف يلا ممكن التعين لحرف واحد من حروف اللغة العربية فهي يعني بالنسبة للداخلين والأجانب هي لغة صعبة بالتالي عندنا اليوم مركز تنمية الإبداع بحد ذاته هو هذا المركز أكو به فتخل نقول آلية معينة وأقض على عاتق اليوم أيضا مو فقط هو تعليم اعتيادي أكو كانت ميزة في هذا المركز لتعليم اللغة العربية مركز تنمية الإبداع ومدارس تنمية الإبداع أيضا تعتبر الأولى لم تعتمد يعني على المنهاج المقرر فقط خارج موضوع منهاج نعم إحنا يعني بمادة اللغة العربية تحديدا تعرفين أنت هو قراءة والقواعد وهذه بصورة حرم لكن إحنا في مدرسة تنمية الإبداع أو في كل مدارس وفروع تنمية الإبداع لم نعتمد فقط على الكتاب المقرر استحدثنا يعني أو هو المركز تنمية الإبداع نشأته على منهاج الطريقة العبقرية كيف؟ منهج مقرر مختص فقط في مدارس تنمية الإبداع هذا البرنامج اسمه هو الطريقة العبقرية يبدأ يعلم الحروف يعني صوت الحرف يتعامل مع صوت الحرف يتعادد قبل أيام فيديو يستخدم نفس الأسدوب لكن بتعليم اللغة الإنجليزية نعم المناهج الإثرائية الأخرى الإنجليزية يعني كل المناهج بصورة عام سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية لم نعتمد فقط على المنهاج المقرر زين كيف أنه تعلموه بصوت الحرف نعم وليس بيسم الحرف نتعامل فقط مع صوت الحرف والحركة الهدف من برنامج الطريقة العبقرية إذا كان مثلا في المراحل الأولية سواء يعني خمس سنوات قبل المدرسة أو في السنوات خلال مدة زمنية قصيرة راح تشوفين الطفل يلفظ الحرف يستطيع أنه يدمج حرفين مع حركتين مختلفة يكون لي مقطع إلى أن هو يوصل مثلا قبل نحن بالدورات الصيفية قبل نوصل المدرسة أو قبل أن تيجي المدرسة راح تشوفين الطالب هذا يربط حرف مع حركة حرف مع حرف حرف مع آخر ويتهجى الكلمات بصورة صحيحة وبالتالي أيضا تعليم الأسلوب أسلوب القراءة وأسلوب الكتاب أيضا وأسلوب التعبير نعم هو منهاج الطريقة العبقرية منهاج متكامل يعتمد على القراءة والكتابة ويعني إحنا أكثر شي شفنا منهاج الطريقة العبقرية نجح مع التلاميذ الداخلين يعني مثلا التلميذ من بره مسافر كانوا جسجل في مدارس تنمية الإبداع حققنا نسب وشفنا نجاح هذا البرنامج على هؤلاء التلاميذ جيد بالتالي احنا يوم أكيد زي كثير من الوسائل التعليمية أين يتم استخدام أو ممكن يتم إعداد الوسائل التعليمية الخاصة باللغة العربية خاصة في مركزكم كل داخل المركز كل الأعمال والوسائل التعليمية التي يعني تنجز من قبل الكادر من قبل الكادر التعليمي هي داخل مدرسة تنمية الإبداع طبعا الإدارة الفضل هو الكبير للإدارة العليا موفرة كل ما يحتاج المعلم كل الوسائل سواء كانت الوسائل تكون صورية سواء كانت الوسائل يعني المعلقة أو الوسائل المجسمة موفرة للكادر التدريسي ما يحتاج فقط على الكادر التدريسي هو العمل الفكرة والعمل يعني ما تخصصت فقط باللغة العربية كل البرامج سواء كانت المناهج المقررة أو المناهج الإثرائية جيد اليوم هذا عمل المركز عمل فقط أيام من حطلة صيفية لهو مستمر على دور يعني مستمر طول السنة طول العام الدراسي يكون العام الدراسي هو مختص بتلاميذنا طبعا ويعني في الدورات الصيفية لا ممكن أنه تلاميذ من خارج مدارس ومركز تنمية الإبداع يكونوا نويانا جيد أكو مرحلة عمرية معينة أو أكو مرحلة خلينا نقول ممكن أنه أنا يتم تطبيق نظام معين مثل أنظمة أنتوا اليوم تستخدموها داخل المركز يتعتبر الطريقة العبقرية الناجحة في عملية تطبيقها نعم هي العمار محددة يعني من 4 سنوات إلى 14 سنة نطبق عليها البرنامج يعني مو فقط برنامج الطريقة العبقرية يعني أتكلم عن المواد الإثرائية بصورة عامة جيد فحققت نسبة نجاح يعني على هذه المرحلة العمرية يعني قد ديثوا في ذهن المجتمع اليوم والمشاهد أنه شنو موضوع الطريقة العبقرية يعني خليني أنا أفهم شنو الطريقة العبقرية الطريقة العبقرية هي منهاج يعني منهاج إثرائي زيد مثل ما نواهد سابقا أنه هذا المنهاج يتحد يعني فقط مع الحرف أنه هذا المنهاج يتعامل فقط مع الحرف صوت الحرف جيد مع الحركات الثلاث طبعا ممكن أنه بمثال بسيط بمثال بسيط يعني يوم تعتبريني أنه أنا خلي تقول بالرغة ما عرف أقرأك يعني مثلا مثال بسيط نأخذ على سبيل مثال حرف الألف نعم أول ما نبدأ أنا هذا ما رأساً أجيه وقول للطفل هذا حرف الألف ولا هذا عليه همزة ولا أول ما أبدأ أتعامل مع الحرف صوت الحرف فقط من خلال قصة حلو أنا من أنطي قصة قصيرة مثلا يعني أقول لهذا مثلا حرف الألف كذا فقط قصة معينة أنه تناسب مستوى العمري راح يفتهم أنا شنو الدائح شوية أنطي يعني القصة بعدين ورا القصة أقول له من القصة عرفنا أنه عندنا صديق جديد اسمه هذا الصديق كذا حرف زين بعدين أتعامل مع هذا الحرف وي الحركات الثلاث راح يشوف الطفل يعرف أنه أنا من أكتب له الألف علي الفتحة راح يعرف هذا صوته كذا الألف علي الضمه راح يعرف صوته كذا أو أو إي نعم بعضهم لا يستغلوا مباشرة أو إي لا طبعا لا بالتدريج يعني أنا يعني أستغل عام دراسي كامل مع صف الأول الابتدائي أو مع مرحلة الكي جي فقط أعلمه أنه هذا الحرف الشون يلفظ مع الفتحة والضمه والكسرة فعلا هو يعني مرات سنت اليوم صار عندك شايف اللبس بالموضوع طبعا يعني هسا الأنة والأنة لحد الآن أغلبنا ما يعرف شو قد يستخدم الأنة وشو قد يستخدم الأنة أكيد وليش هاي الأنة بالبداية وليش طبعا هذه هي من المشكلات اللي تواجه تلعميذنا في الوقت الحالي يعني بصورة عامة أنه هم مدى يميزون مثلا الأنة دائما هي تكون في بداية الجملة والأنة دائما تكون بعد أمالية الحرف أو خلي نقول بعد الفعل لا ليش هم تجي في بداية الجملة لا هي قواعديا إحنا دائما أنه نستخدمها قواعديا هاي قواعد فقط أنه وقواعد طبعا يعني ممكن تعتبر أنه هي مو خاطئة بس أنه تجاه يعني أعلم الطفل هذه القاعدة هي ممكن بعدين تجي مخالفة القاعدة ما راح يعرف يميز وهذه من الأخطاء لأنه اللغة العربية ما بيهفت قانون معين ولا ثابتة علفت شي معين يعني من أنت قاعدة من أقول للطفل فعل فاعل مفعول ما عندي آنه هيك قاعدة لأن اللغة العربية نهائيا ما بيها قاعدة ثابتة ممكن تقدم الفعل فعل ممكن تقدم المفور بي على أكيد أكيد ممكن ما بعدها يجي حرف جر واسم مجر ما عندي قاعدة ثابتة في اللغة العربية خلي نتابع التقليل عدنا الزملاء بخصوص مركز التنمية والإبداع وأكيد من بعدها راح أرجعوا إياكم لكن عندي سوربرايز نحضرين لكم ما أقول لكم يعني شوف التقليل عدنا الزملاء بعد أكيد نرجع لكم خليكم يعني اشتركوا في القناة 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 الجو غان ويتوقع سقوط ذخاك المطار على المتفعات الجبلية وتكون الرياح جنوبية غربية واعتدلت السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى اللقاء في النشر الجوية القادمة ويحكي يا هذا لماذا تسكنوا واخر الحروب وما هذه الميوعة قاتلك الله على رسلك يا عنتر هذا ما يسمونه سكن تسلك كما ترى لا يخرجون الحروف من مخارجها ومن هذا إلا سهم من السهار اللي توجهت إليه خلاص؟ نعم من عيد الحراري أنا سمعنا ألا يا عيني ألا يا عيني ويحكي يسعديني لريب الدهر والزمن العضوضي ولا تبقي دموعا ولا تبقي دموعا بعد صفك فقد كلفت دهرك أن تفيضي ففيضي بالدموع ففيضي بالدموع على كريم رمته الحادثات ولا تغيظي فقد أصبحت فقد أصبحت بعد فتا سليم أفرجوها مصدري بالقريض عاشت إيدي شكرا نورتوني وعاشت إيديكم بس شمي الموضوع السيف عليك كيف ركتنا عم ترى شكرا عفوان هذه كانت إحدى الفعاليات اللي خلي نقول نظمتوها والأمية هذه كانت هو خاصة لهذا اليوم نعم يوم الضات كل سنة وهذه السنة له نصيف في مدارس ومركز تنمية الإبداع فهذه كانت إحدى الفعاليات أو المسرحيات التي نظمت من قبل الكادر التدريسي كادر اللغة العربية في مدارس تنمية الإبداع هذه الفعالية أو المسرحية هي في حضرة اللغة العربية الغاية منها هو الابتعاد عن التسكين عند التحدث حلو فكما ذكرت هذا ما يسمونه سكن تسلم هو الابتعاد عن التسكين يعني دعبا ما يستخدم دعبا ما يستخدم أنه سكن تسلم نعم لا تفتح ولا الضمة ولا كسرة طبعا أكيد هذه من الأخطاء الشائعة في اللغة العربية سكن تسلم اللغة العربية يعني خصوصا في القرآن الكريم الضمة والفتحة والكسرة والسكون والعلامات الفرعية أيضا يجب أن تفعل كيف يمكن أن تفعل هذه الأمور من خلال التدريب ومن خلال القراءة الصحية؟ من خلال أطفالنا خلو نقول فد أدب معين قصيدة معينة من خلال الأطفال دائما ما يتم استهداف الأطفال بكل الأفكار أكيد أكيد حتى وإن كانت البعض يستخدم دس السم بالعسل بعض الأفكار التي تكون قد تلوث عقلية أطفالنا في تم استهداف الطفل قبل الكبير الطفل أيضا يبدأ شايف اللي منهج الكبير طبعا أكيد هو جيل ناشئ يعني الطفل هو جيل ناشئ يعني من خلاله ممكن الإنسان يحقق يعني ممكن المعلم أو المدرس أو المدرب بصورة عامة هو يحقق أي شيء من خلال الطفل لهذا نشوف إحنا أطفالنا والجيل اللي نشئ هو جيل ذكي جدا أليكترونيا بعيد كل البعد أو مو كل البعد أليكترونيا بحيث أنه يكتب شقرا بالنون بالنون نعم هذي نرحة الشيء بصورة عامة صحيح وإحنا في مدارسنا يعني قبل ما أعلم الطفل أنه يقرأ ويكتب أعلم الطفل أن يبتعد عن شكرا بالنون ويعني لا يفرق بين الضاد بين الضاد والضاد يعني هي هاي يعني البذرة الأولى لما يتعلم الطفل هذه القواعد نرجع للقاعد الأساسي يبتعد عن سكن تسلم أحسنتي وبالتالي أكيد هي رسالة مهمة جدا لكثير من عوائلنا اللي بدأوا يتنشون لتعليم اللغة الإنجليزية هي بدلا من اللغة القرآن الكريم مع العلم أنه تعتبر من أهم وأبدأ يعني خلينا نقول من أصعب ست لغات في العالم وبالتالي كل بلدان العالم تشتنب تعليم اللغة العربية ليس لموضوع صعوبة اللغة العربية لا لنقطة مركزية مهمة جدا أنه لو تعلم الغرب لغة القرآن وتحدثوا بلغة القرآن وأبدعوا وقرأوا القرآن لعرفوا أن كثير من الأمور التي اللي نقول هي من ضمن القوانين اللي هم يدعون بها كحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الجال هي أصلا موجودة قبل أعوام وقرون مضت هي موجودة في القرآن الكريم لهذا السبب حاولوا قدر الإمكان على المهم كثير من اللغات لنشر ثقافة القرآن الكريم لنشر ثقافة الإسلامية لكن لا يكون على أساس ترك اللغة العربية إن هذا أساس لكل طالب أساس لكل عراقي أساس لكل طفل عربي تعتبر يعني أنا أوصي نفسي دائما وكل المستمعين والحاضرين والأهالي أيضا في مدارس أن يجعلوا اللغة العربية هي اللغة الأولى لا ضاير لا ضاير أن يتعلم التلميذ لغة أو الطفل بصورة عامة لغة أو لغتين أو أكثر لكن نجعل اللغة العربية هي اللغة الأساس والله أشكريم السمر نتحدث عن هذا الموضوع صديقين هي صح لو خلية قلبت لكن نصف جدا قليلة حتى نجوهم اليوم إلى كثير من المدارس يعني مدارس تتحدث باللغة الإنجليزية بداية من الكي جي وان والكي جي تو وصعودا إلى موضوع الابتدائية ومتوسطة لماذا بدخل مدارس الإنجليزية بريطانية المدخلية أنه يتعلم اللغة الإنجليزية بشكل طلاقة بشكل خلي نقول سلس وبطلاقة وما يجد صعوبة بفهم اللغة الإنجليزية ويبدي حتى يتناسح نشاهد بعض الأطفال بالموالات بالشوارع يتحدثوا يأهل باللغة الإنجليزية وبالتالي يتركوا اللغة العربية وكأنه اللغة العربية هي موشي أساسي بالنسبة إلى كل شكرا تقديري ستة شهر لكن قبل ما أودعت يعني أردعي شنو الاتجاه أو الاختصاص اليوم لأنه نحن مو أي شخص ممكن أنه يكون بها خلي نقول بالإبداع هذا لتعليم اللغة العربية اختصاصي أنا ماجستير لغة عربية لغة تحديدا ماجستير لغة عربية تحديدا لغة مسؤولة عن مادة اللغة العربية في مدارس ومراكز تنمية الإبداع الدولي شكرا لتشاه ضيفة عزيزة وخفيفة تبضل ستة شهلاء شكرا لتشاه إذن خلي أنتقل لابتسام ورسالة معرض العراق الدولي للكتاب حياكم الله مشاهدين الكرام لا زال كادرنا الفراتي تواجد بمعرض العراق الدولي للكتاب حتى ينقل لكم انطباعات أصحاب الدور وكذلك انطباعات الناس اللي موجودة هنا خلي نشاهد أهم ميزات هذا المعرض وأيضا تفاصيل كثيرة عن هذا المعرض خليكم ويانا حياك الله سانك يااب هل طبعك عن معرض العراق طبعا العراق هذا مثل ما يقول الكتب اللي تداول هنا المقرأ العراقي أو المرتطلة العراقي لازم أنه ثقافة تزويتها ودازم تتجدد بين فترة وأخرى ولو أنه الإكترونيات رطت على هذا الشيء لكن يبقى الكتاب هو الأساس بالنسبة له نحن بالنسبة لنا رابطة المجالس البغدادية اللي هي مجالسها عريقة من سنة 1880 لدينا مجالس قديمة ومجالس حديثة وكل العلماء والشعراء كلهم موجودين يا نحسين علي محفوظ الله يرحمه الجواهري والأساس الموجودين بالنسبة لهم كل العلماء اللي موجودين محمدكم خلينا نقول بهذا المعرض هو نقل الثقافة وأيضا التراث العراقي طبعا لا مو بس هاي احنا المجالسنا ننقل الثقافة ننقلها عن طريق اللقاءات الشهرية أو الأسبوعية أنا قدر نقول احنا حوالي عندنا ستين رابطة بالنسبة لنا رابطة تجمعهم ستين بين مركز ومنتدى فكري موجود بالنسبة لكل نعم طبعا جملة شدة انتباهي ثقافتنا في زمن الكورونا نعم شون اجت هذه الجملة أو صختوها بداءا على شنو هاي بالنسبة لنا خلال السنتين مع الكورونا لأنه ما مارسنا المجالس مالتنا ما مارسنا المجالس مالتنا ولكنه مارسناها عن طريق الواتساب بالنسبة لنا ومحاضراتنا وهذا اللي هو هاي مجموعة كتابين اللي موجودة هي ما يقول 180 محاضرة متنوعة في كل اشكال الثقافة من فنية ومن طبية ومن ثقافية ومن علمية هذا انتاجنا اي هاي انتاجنا واساتذتنا اللي موجودين عمداء المجالس اللي موجودين والاساتذة اللي موجودين اللي يشوفين هذول المرحومين اللي فات عليهم بالنسبة لهم والحاضرين موجودين بالنسبة لنا احنا نكرمهم بهذه التصاوير اللي موجودة لنا لانه ذكرها ما ننساها وهاي بالنسبة لنا هاي 180 محاضرة هما منهم اللي كانوا موجودين والحاضرين بالنسبة لهم طبعا اسم الكتاب فلو ثقافتنا في زمن الكورونا لا ماكو فعلا شكرا جزيلا نعم لازمنا متواصلين وايضا نستمرين لياكم بهذه الجولة اللي خلل نسميها ثقافية وايضا علمية مشاهدين الكرام ننتقل الى دار اخر السلام عليكم حياك الله حياكم الله وشرفنا بحضرتكم نعم حياكم الله حياك الله من البداية يحكينا عن انطباعك عن معرض العراقي هو الحقيقة الجميل بهذا المعرض هو تمازج بين المؤسسة اللي خنقول فكرة الاستثمار الثقافي باعتبار انه يعني مؤسسة مدنية مؤسسة مرموقة كمؤسسة المدى تقوم بتفعيل هكذا يعني خنقول منشأة حكومية فهيكون نوع من نوع من خنقول استثمار الثقافي الجميل انه يستمر هكذا يعني هكذا خطوط هكذا خطوط ترفد خنقول السوق الثقافية العراقية بشيء جديد مميز باعتبار انه كلما امتزج خنقول الفكر خنقول الرسماء الحر أو المؤسسة المدنية الحرة مع المؤسسة الحكومية يعني يعطينا فرد نتائج جميل نعم اذا هذه اللي خلنقول المعارض وهذه الدور بالذات اليوم الى فد مردودات ايجابية وايضا مثمرة على شخصية الفرد العراقي وايضا على المجتمع ككل جميل بها انه تطور حتى فكرة المسوق او الناشر يعني باعتبار انه يعني مؤسسة المدى يعني جميل بها انها تعطي فعاليات وكذا يعني فرد حركات ثقافية وفرد يعني فرد امور جميلة يعني ترفد عقل المسوق بالاتجاه انه كيف يسوق بضاعة يعني بعده الثقافية سلعة الثقافية من خلال مثلا يعني كثير من الندوات كثير من استقطاب الشباب استقطاب الناشئة يعني هاي افكار حلوة يعني تحزز فكرة انه الكتاب والتناسقة مع الاجيال الشاب المتوسطة شكرا جزيلا اليك ياكم الله حسنا شكرا طبعا مشاهدين الكرام بالحلقات السابق حسدت زملائي علي سعد وعلي الغزي وامنة لان تواجدوا بالمعرض ممكن انا قلت ما راح اروح لكن الحمد لله اليوم الحسن حظي تواجدت بهذا المعرض وايضا نقنع لكم انطباعات عن اصحاب الدور وكذلك الناس اللي مقبلة على شراء الكتب وايضا اللي ممكن نضيف لنفسها نوع من الثقافة الفكرية وايضا العلمية نلتقيكم بجولات اخرى الى ذلك الحين دمتم في امان الله وحفظ شكرا لك بسوما وشكرا لكل الاطفال اللي كانوا متواجدين داخل السدوة الفراد داركم وستة شهلة كانت حلقة مميزة جدا بوجودهم واكيد احتفاءا باليوم العالمي للغة الضاد شكرا جزيلا لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم ومنتقى ان شاء الله يوم غد بنفس التوقيت لذلك الحين في امان الله